الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية أسعد الله أيامكم وحماكم الله في هذه الأيام بأيام جائحة الكورونا التي تشتاح العالم في هذا الدرس وهو الدرس الرابع لكن غيرت اسمه تحت عنوان حساب الخطأ المعياري لمقدر المربعات الصغرى الاعتيادي بواسطة الإكسل الآن سنتعرف على كيفية أو الطريقة التي نحسب بها ما يسمى تباين المقدر اللي هو تباين مثلا بيتها بي ناط بي وان بي تو وثم حساب الخطأ المعياري في الدروس الثلاث الماضية حسبنا أولا طريقة المربعات الصغرى الاعتادية لمتغير مستقل واحد ومتغير ثابع بالدرس الثاني قدمنا كيفية استخدام استخدام يعني الإكسل في حساب أو منقول المصفوفة والمصفوفة وان ثم معكوس المصفوفة الدرس الثالث قدمنا أو الانحدار المتعدد عندما يكون لدينا أكثر من متغير مستقل واحد والآن في هذا الدرس سنتعلم كيف نحسب تباين المعلم المقدرة في هذا الدرس الثالث قدرنا معلمات نموذج متعدد وهو يتكون من متغير مستقل يعني XI1 XI2 وكانت الحسابات السابقة من هذه البيانات قدرناها فكانت الحسابات التي حصلنا عليها هذه هي ووضعناها على شكل دالة خطية YI2.477395 زائد 1.5998995 XI1 سالب 4.4245 XI2 الآن كيف يمكن لنا أن نختبر الفرضيات عن قيم هذه المعلمات فعلينا الآن أن نحسب الخطأ العشواء أو تباينها ثم الخطأ العشواء كيف؟ الآن في طريقة بسيطة جدا بالإكسل آتي على YI الآن هذه YI الفعلية نسختها هنا إذن أؤشر على هذه الخانة هنا وأضلل كل القيم كل القيم أضللها ثم Ctrl-C Ctrl-C نسخ فأريد أن أضحها هنا هنا وCtrl-V بيطلع عندي بالحالة هذه YI كلها يعني نسخت هذا العمود في هذه المواقع هنا ثم الآن آتي على هنا وأضع الرمز YI hat اللي هي القيم التي نحصل عليها بالتقدير فوضعتها في المنتصف أكبر الخط إلى 16 أضحها bold ومن ثم أو بالأحرى خليني أميزها أجعل فقط YI خضراء اللون خضراء مائلة وبالفون تايم نيو رومان الآن أصبحت عندي هذا الرمز الآن من أين سأحصل عليه سأقوم الآن بتعويض هذه القيم الآن هذه القيم أو هذه القيم بـ XI بس حسب المعادلة فمثلا أضع 2 لاحظوا لي أرجو أن تكونوا منتبهين إلى هنا هنا أرجوكم 2 فاصلة أو بالأحرى تساوي تساوي 2 فاصلة أربعة سبعة سبعة ثلاث تسعة خمسة زائد زائد هذه القيمة هاي واحد فاصلة خمسة تسعة تسعة عفوا خمسة فاصل تسعة ثمانية تسعة تسعة خمسة مضروبة بماذا مضروبة بـ XI واللي هي A هون الموقع هذا A لاحظوا لي A2 فإذن A2 لاحظوا لي رأسا نتأشر عليها سالب الآن سالب هذه القيمة اللي هي فاصلة أربعة أربعة اثنين أربعة خمسة مضروبة نحط ستار مضروبة بـ B2 هذا اللي هي B2 و نضغط انتر انتر أعطتني القيم الأولانية يعني إذا عوضنا هذه القيم هذه القيم اللي هي B0 المقدرة و B1 مضروبة في الخان الأولانية و B2 هذه في الخان الثاني يعني هنا A مضروبة في A2 وهنا مضروبة في B2 في الحال فبطلع عندي YI هات المقدرة الآن YI هات المقدرة هاي أضغط عليها هنا و Ctrl Copy وأضل البقية الخانات المقابلة لها وأضغط Enter الآن أعطتني YI هات المقدرة بمعنى آخر هذه الآن YI الفعلية البيانات الفعلية التي حصلنا عليها من عين عشوائية لكن YI المقدرة من إيش حسابات هذه هذه حسابات دعني الآن أضللها جميعا أضحها طبعا بالنص أكبر الحجم إلى 16 bold ثم أعطي اللون أخضر غامج خلا تكون مميزة أوكي وأعطي اللي هو الحرف time أوكي الآن هذه القيام إذن هذه YI الفعلية هنا هذه YI الفعلية وهذه YI المقدرة الفرق بيناتهم E I هات اللي هي الأرر الأرر المقدر فرق يعني فرق التقدير خلينا أكبرها الآن وأكبر الحجم 16 وأضع 2 وأغير الفونت إلى time new حتى تكون متسقة مع البقية وأذهب إلى E هنا أظللها مائل وأحط ها بالخط الأحمر الغامق هنا حتى تبين الآن EI هي الفرق بين الفعل والمقدر إذن أقول هاي هنا بين الخانة هاي تساوي أحضر هنا هذه الخانة هذه الخانة تساوي أي موقع إجت إجت في G 13 إذن G 13 سالب هذه إجت في H 13 H 13 إذن تعطيني الفرق الآن هذه سالب هاي ساوي 1 فاصلة بروع عليها نفسها بعمل control copy وبنسخ للأخير للأخير بضغط enter فبعطيني الآن error هذه error هذا error طبعا لازم يكون مجموعة صفر إذا كنا قد قربنا إلى حد ما بطلع يعني قريب من الصفر خلينا نجرب ها بالله إذا سمعت أنا بدأ حط هنا يساوي sum من أول خانة هنا لاحظوا من أول خانة إلى آخر خانة هنا cycle goes الغط enter يعني رقم ضئيل جدا قريب من الصفر دليل أنه قرب قرب إلى حد ما الآن حتى نخرص من إشارات السالبة بضع الآن E I hat الكل سكوير تربيع بدأ ربحها الآن أضحها بالمنتصف وأكبر الحجم ل16 وأضعها للبول ثم time roman حتى أميزها وأذهب إلى E أميزها بالمائل باللون الأحمر الغامق الآن أأتي على الخانة التي بعدها هنا مباشرة أسفل منها وأربع هذا الآن إجت في I لاحظوا I 13 الآن أذهب هنا أقول تساوي I 13 الكل تربيع I 13 لاحظ أرد عيدها تساوي I 13 الكل تربيع أضغط الآن enter ربع عليه العدد هذا ربع العدد هذا أذهب إلى الخانة التي وضعت فيها التربيع أضغط عليها ثم ctrl c وأسحب للأخير و v طلعي الآن عندي مربعات هذه القيم هذه القيم لاحظوا لي تم تربيح هنا بحاجة الآن أنا إلى مجموح هذه القيم تساوي sum ثاني مرة أفتح قوس من أولها للأخير بسك القوس ثم أضغط enter إذا أعطاني المجموع 53.49 156 هذا مجموع مربعات الخطأ العشوائي هذا مجموع الآن مجموع مربعات الخطأ العشوائي الآن تباين الخطأ العشوائي هنا تساوي هنا التباين لاحظوا لي التباين تساوي 53.49 49 155 مقسم على ماذا على حجم العينة ما تروح منها عدد المعلامات التي قدمها حجم العينة عشرة هذه واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة بروح منها كي عدد المعلامات اللي هو بي بي نات بي ون بي تو إذن مقسم على عشرة ناقل ثلاث ثلاث ساوي سبعة وانتر بيطلع عندي هذا التباين هذا هو تباين الخطأ عفوا تباين الأخطاء المعيارية أو عفوا الأخطاء العشوائية تباين مربع الأخطاء العشوائية أو تباين أخطاء العشوائية إذا أخذنا الجذر التربيع هنا سأعيد الخطوات يعني واحدة وواحدة بس خلصها الآن ثم الآن تساوي سكوير روت هذا هو سكوير روت أوكي سكو روت الجذر التربيع لإيش ل سبعة فاصلة ستة أو سأوفر هذه الخطوة لاعقا إن شاء ربع ما هبا يعني فيما بعد خلينا الآن أرجع بالخطوات بالخطوات حتى نستوع بالفكرة نرجع بالفكرة إن شاء الله راح ذولي الآن بدي أمحى هذه والآن هذه أمحاها كلاتها كلير هنا وطبعا بدي أمحى هذه الحكي كلاتها أو بدي أمحى فقط هذا الحكي يعني الآن إن شاء أوفر بعض الخطوات من أين أتيت بها هذه هذه وي آي هات عبارة عن هذه المعلبة عندما الآن أدخلناها هنا تساوي الآن هذا وي آي هات هو الفرق أفوال وي آي هات هو الآن قيمة وي آي المقدرة المقدرة تقدير ليس هذه المقدرة من التقديرات البيانية هنا والآن تساوي هاي الآن تساوي بدي أمحاها كل اللي آتها أورد عيد الخطوة clear هذه الآن تساوي الخطوة الأولى أذهب إلى المعلم الأولية اللي هي 2.4 7 7 من هون لأنها أدق هنا هنا أدق هي 3 9 5 مضاف إلها 1.5 9 8 9 9 9 5 لكن هاي مضروبة بماذا؟ مضروبة ب XI فبذهب إلى الأولانية اللي هي وقعت الآن في A2 بضغط عليها بطلع عندي لا عفوا عيد الخطوة عيد الخطوة عيد الخطوة لأن المفروض ما ضغطت أنا هاي تساوي الآن 2.4 7 7 3 9 5 مضاف إلها 1.5 9 8 9 9 5 مضروبة بماذا؟ مضروبة بهذه الخانة اللي هي A2 إذن A2 الآن المعلمة هاي إشارة تسادمة إذن أخذ الإشارة بعين اعتبار سالب فاصلة 4 4 2 4 5 مضروبة بماذا؟ مضروبة بالخانة الثانية اللي هي B2 B2 لاحظوا لي هنا إذن B2 بضغط الآن Enter تطلع عندي أول قيمة هذه إذن Enter طلعت عندي القيمة قيمة YI هاي المقدرة هاي YI الفعلية لاحظوا لي لكن المقدرة طلعت سالبة قيمتها 1.57462 بروع على الخانة هذه اللي قدرتها بضغط Ctrl C Copy وبنسخ هذه من C إلى البقية هنا لاحظوا لي ضغط عليها طلع عندي الآن YI هات المقدرة YI هات المقدرة دعني الآن أضحها بالمنتصف وكبر حجم الخط وكبر حجم الخط ل16 bold time new roman ومن ثم أضح فيه خط أخضر غامل للدلالة على أنها تختلف الآن الفرق بين الفعلي والمقدر هو الإرر أو الخطأ إذن الآن أطرح هذه الخانة هذه من هذه الخانة إذن تساوي هاي الخانة بأي بأي موقع أنتها في G 13 إذن إذن تساوي G 13 سالب H 13 H 13 اضغط أنت بقل عند الفرق فعلا يعني هذا يعني صفر سالب هذه بيصير موجب فعلا إذا أذهب إلى هذه الخانة أضحها بالمنتصف طبعا وبالمنتصف للخانة هناك أرفع إلى 16 bold بعدين بغير اللون بأعمل إلها copy copy بنزل على بقية الخانات وأضغط الآن enter طلي عندي الآن EI hat هذه EI hat اللي هي الخطأ العشوائي من التقدير من التقدير هذا الخطأ العشوائي من التقدير الآن ذكرتكم قبل قليل أنه يجب أن يكون مجموع صفر فدعني الآن أحط هنا في ساوي صم إن لم يكن صفرا فهو قريب جدا من صفر صم من ماذا لماذا نفتح gos من هذه الخانة إلى هذه الخانة بعد ما أشوف الخانات كلهم وضع بسك القوس وبكبس enter بطلع عندي تقريب الصفر لاحظوا سبحان الله لأنني وضعت كل الخانات الآن بدي أربحها فبضع هنا الرمز e i hat الكل سكوير هاي فقط رمز يعني أضعها في المنتصف في المنتصف وكبر الحجم للسطاعش ثم تربية يعني بولت عفوا تربية والآن أريد مربعات هذه القيم هذه المربعات يعني القيم هي أربحها فبقى أروح على الخانة هذه تساوي أي خانة هذه نتحدد عنها i 13 إذن تساوي i 13 لكن الكل تربية الكل تربية الإشارة تساوي مهم جدا بنضغط ربعيها الآن طبعا بنصصها أو برفع حجم الخط للسطاعش وكذلك الأرض بحطها بهذا اللون بضغط عليها هذه الخانة هذه الخانة بضغط عليها ctrl copy وأذهب وأضل البقية الخانات call اللي آتها بيطلع عندي الآن مجمو يعني مربعات مربعات الأخطاء العشوائية دعني أضع المجموح هنا تساوي sum افتح gos sum من هنا إلى هنا من سكل gos نغط enter طليع عند 53 49 هذه الطريقة التي نحسب بواسطتها تباين الأخطاء العشوائية سأتوقف هنا إن شاء الله في المقطع الخامس بإذن الله سيكون حسب فعلا حساب الخطأ يعني سيكون نلتزم بالعنوان حساب الخطأ المعياري لمقدل مربعات الصغر العتياري بواسطة الليكس الآن حسبنا أهم شيء ما نحتاج هنا هو مربع مربعات الأخطاء العشوائية ثم جمعناها فبكون عندي مجموعة مربعات الآن إذا قسمنا هذه مجموعة المربعات هنا على يعني تساوي أو 53 تساوي 53 فاصل 49 مقسم على حجم العينة مطروح منها عدد المعلامات اللي قدرناها عدد المعلامات وساوي ثلاثة حجم العينة عشرة ناقص ثلاثة وساوي سبعة فبطل عند الآن تباين هذا هو تباين الخطأ العشوائي الذي حصلنا عليه من التقديرات أتوقف هنا إن شاء الله في المقطع القادم سنبين ماذا نفعل بهذا التباين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى